في شأن السوداني حواراً مستمر ترعاه القاهرة بين الجبهة الثورية وقوى الحرية والتغيير لتذليل الخلافات بين الطرفين ووفق مصادر سودانية تشمل محادثات القاهرة بين قوى الحرية والتغيير والجبهة الثورية بحث رغبة الجبهة الثورية في تضمين اتفاقها مع قوى الحرية والتغيير كاملاً في النص النهائي وذكر اسمها فيه إضافة إلى تأجيل تشكيل الحكومة المقرر أواخر الشهر الحالي لمدة الشهر حتى تتمكن الجبهة الثورية من الانضمام إلى أجهزة الحكم الانتقالي معنا في هذا الملف من الخرطوم مرسلنا سلمان أبو دقة ومن هناك سينضم إلينا أيضاً رئيس تحرير صحيفة الجريدة أشرف عبد العزيز مساء الخير سلمان كل عام وأنت بخير بداية ما هي آخر المعلومات والتفاصيل المتعلقة بهذه المحادثات وما المأمول بالفعل أن يتم التوصل خلالها في القاهرة نعم مهند هي كما ذكرت هي محاولة لتذليل وتقريب وجهات النظر بين قوى الحرية والتغيير والجبهة الثورية بشأن ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين خلال الأسابيع الماضية وأيضاً خاصة بعد الموكف الذي اتخذته الجبهة الثورية قبيلة التوقيع بلا حرف الأولى على الإعلان الدستوري في الرابع من هذا الشهر حيث تحفظت الجبهة الثورية على الإعلان الدستوري وأكدت بأن الإعلان الدستوري لم يشمل جميع النقاط التي تم الاتفاق عليها مع القوى الحرية والتغيير بشأن مستقبل السلام وعودة الحركات أو بمعنى أصح وإعادة النازحين والعملية على عملية بدء السلام الشامل في السودان ولكن القوى الحرية والتغيير كانت قد أكدت هي أيضاً قبيلة التوقيع بالأحرف الأولى على الإعلان الدستوري بأن عمل السلام سوف يكون على الحكومة المقبلة وهي الحكومة المقبلة بعد أن يتم تشكيلها سوف تعمل خلال الستة أشهر الأولى بشأن الاتفاق مع الحركات المسلحة وأيضاً الجبهة الثورية والتوصل إلى اتفاق مع جميع هذه الحركات حتى التوقيع معها وإدخالها وإشراكها في العملية السلمية وإعادة النازحين وأيضاً بسط السلام في مناطق كثيرة من البلاد التي تشهد نزاعات ولكن على ما يبدو أن الذي يجري في القاهرة الآن هو محاولة لتقريب وجهات النظر بين الطرفين ليتم إدخال بعض البنود في الإعلان الدستوري ولكن حتى مصادر ذكرت لنا بأنه تم إضافة بند خاص يتعلق بالسلام في الإعلان الدستوري وهذا البند يتضمن عدة نقاط ولكن على ما يبدو أن الجبهة الثورية لديها موقف آخر وتريد أن يتم تضمين جميع ما تم الاتفاق عليه مع قوة الحرية والتغيير في الإعلان الدستوري وأيضاً في الاتفاق النهائي الذي سوف يتم توقيعه في السابع عشر من هذا الشهر شكراً لك سلمان أبو دقة مرسل سكاينيوز عربية مباشرة من الخرطوم ومن الخرطوم أيضاً ينضم إلينا رئيس تحرير صحيفة الجريدة أشرف عبد العزيز مسأل خير أستاذ أشرف كل عام وأنت بخير إذن تحفظات على الإعلان الدستوري من قبل الفصائل الثورية وأيضاً مسألة تأجيل الحكومة هل هما هتان المسألتان التي تقفا عائقاً الآن في طريق استكمال هذا الإعلان الدستوري بالتأكيد موقف الجفهة السورية ليس موقفاً جديداً وعود على بدء فالجفهة السورية منذ تشكيل التنسيقية الخاصة بالثورة كان لديها موقفاً مقايراً وكانت طرعاً أن قوة الحرية والتغيير التي هي جزء منها تعتقد أن قوة الحرية والتغيير غامت بتهميشها ولم تضمنها في الهياكل واستمر هذا الوضع إلى أن تم التوقيع بالأحرف الأولى على الاتفاق السياسي وأيضاً رفضت ذلك الجفهة السورية وقام وفد من قوة الحرية والتغيير بالذهاب إلى أديس أبابا واجتمع الطرفان مرة أخرى وتوصلا إلى تفاهمات ولكن بعد توقيع الإعلان الدستوري أيضاً رأت الجفهة السورية أنه لم يتم تضمين كل مطلوباتها في هذا الإعلان الدستوري وبل طالبت الآن بأن يكون ما تم الاتفاق عليه في أديس أبابا هو حاكماً حتى للإعلان الدستوري هذا ما يجعل هناك صعوبات بالرغم من الوساطة المصرية الحالية التي بين غيوة الحرية والتغيير والجفهة الثورية خاصة وأن الجفهة الثورية كانت تعتبر واحدة من مكونات غيوة نداء السودان التي هي جزء من اتلاف غيوة الحرية والتغيير ولكن الآن هي الجفهة الثورية تقول أنها أصبحت تمثل مكوناً لوحدها ولا بد من الاستجابة لكل مطلوباتها إذن هناك فعلاً تعقيدات يمكن أن تؤجل العملية الحالية بشأن تشكيل الحكومة ولكن بالتأكيد سيكون هناك ضغوطات من غبل الوسيط بضرورة الوصول لاتفاق سريع خاصة وأن الإشكال هو داخل مكونات غيوة الحرية والتغيير ولا علاقة له بالطرف الآخر المجلس العسكري دعنا نعود إلى ما تم الاتفاق عليه في أديسة بابا أستاذ أشرف لأن هذه هي النقاط الأساسية على ما يبدو التي ما زال مختلف عليها نتحدث عن معالجة مسألة الحرب والسلام وهذه تضمنها الإعلان الدستوري بشكل من الأشكال المسألة الأخرى هي مشاركة الجبهة الثورية في هياكل الحكم البعض يصفها بالمحاصصة هل هذا هو جوهر المشكلة الآن؟ يعني هناك عديد من المراقبين يرون ذلك وخاصة أن كثير مما تم الاتفاق عليه في أديس أبا بحضه كان مكتوماً ولم يكن معلوماً للقاس والدالي ولكن بعض المطالبات الأخيرة للجبهة الثورية رأى البعض أن كان هناك اتفاقاً على المحاصصة ولكن لم يضمن في الاتفاق الخاص بالإعلان الدستوري الأخير وهذا ما لام به البعض الجبهة الثورية باعتبار أنها فصيل جزء من قوى الحرية والتغيير وينبقى عليها التراجع ومعالجة الأزمة حتى يتم تحقيق الاستغرار السياسي وتحقيق السلام بشكل كامل ولكن الجفة الثورية ترى أنه حتى الحكومة يجب تعطيلها حتى تضمن مشتغركتها بشكل كامل سأسألك عن هذا الموضوع أستاذ أشرف بعد قليل مسألة تأجيل تشكيل الحكومة قبل ذلك أكد رئيس المجلس العسكري لانتقالي السوداني الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان على ضرورة الحفاظ على الاتفاق المبرم في الرابع من أغسطس عبر التأسيس لحكم مدني يرتكز على المواطنة والحرية والعدالة إن التحديات الماثلة أمامنا والأوضاع الاقتصادية التي يعيشها السودان تحتم علينا حماية ما توافغنا عليه في الرابع من أغسطس والاستعداد لوضع الأسس لحكم مدني أساسه المواطنة والحرية والعدالة يستوعب الجميع لأن بلادنا اليوم في أشد الحاجة إلى التماسك والتعاون والتعاضد لمواجهة التحديات والتعلب على كل الأسباب التي أدت إلى يقاعد هذه الأمة فلا مكان اليوم بيننا لمرويي الخطب لمرويي خطابات الفتن والتطرف والكراهية نعود إلى ضيفنا في الخرطوم رئيس تحرير صحيفة الجريدة أشرف عبد العزيز أستاذ أشرف مسألة تأجيل تشكيل الحكومة ما الهدف منه عندما تتحدث الجبهة الثورية عن ضرورة أو مطالبتها بتأجيل تشكيل الحكومة لمدة شهر نحن نتحدث عن مزيد من التأخير المرحلة الانتقالية لم تبدأ بعد وهي طويلة أصلا كما يعتقد البعض لماذا مسألة الإصرار على تأجيل تشكيل الحكومة الآن؟ هي الجبهة الثورية ترى أنه لديها بعض المطلوبات وكان تم الاتفاق عليها في التفاوضة الذي جرى بينها وبين قوى الحرية والتغيير في عديس أبابا وأنه عندما جاءت قوى الحرية والتغيير ووقعت على الإعلان الدستوري لم تضمن هذه المطلوبات بشكل كامل وهذا ما يجعلها تضغط من أجل إنفاذ كل هذه المطلوبات وتضميمها نعم ولكن حتى لو تم تعديل الإعلان الدستوري سيد أشرف اسماني على المقاطعة البعض يقول حتى لو تم تعديل الإعلان الدستوري وتضميم ما جاء في اتفاقية عديس أبابا في هذا الإعلان الجبهة الثورية ما زالت تصر على مسألة تأجيل تشكيل الحكومة لماذا؟ هي بس تريد أن تضمن أن استحقاقات السلام التي وردت كفغرة في الإعلان الدستوري كما تفضلت وهي المعنية بضرورة أن تسعى الحكومة القادمة بالتعجيل والاهتمام بغضية السلام هي واحدة من أولوياتها والجبهة الثورية تريد أن تضمن تضميم ذلك صراحة بنصوص أكثر يعني صراحة من النص الفطفاض الواسع ولكن على الجبهة الثورية أيضا أن تدرك أنه كما قال البرهان اليوم أو كما يقول الواقع السوداني أن هناك أزمات متلاحقة وأنها متشعبة ومتشابكة في الشأن السوداني تحتاج إلى التعجيل بتشكيل الحكومة حتى تطلع بمهامها خاصة أنه كل ما كانت الحكومة قد تأخرت كل ما تفاقبت هذه الأزمات إذن لا بد من إجراء حلول حقيقية خاصة في إطار قوى الحرية والتغيير وخاصة أن الجبهة الثورية نفسها هي جزء من تحالف نداء السودان الذي هو أحد مكونات قوى الحرية والتغيير عندما نتحدث عن الجبهة الثورية عادة ما نضعها كلها في سلة واحدة هل هذا دقيق برأيك؟ هل كل فصائل الجبهة الثورية على موقف واحد؟ أم أن هناك تباينات ربما في بعض القضايا؟ حتى الآن هي كلها على موقف واحد خاصة تلك التي وقعت على الاتفاق مع قوى الحرية والتغيير في أديس أبابا وهي حركة تحرير السودان جناح مناوي وحركة العدل والمساوة السودانية بغيادة جبريل إبراهيم وكذلك الحركة الشعبية شمال بغيادة مالك عبار وياسر عرمان هذه هي الفصائل السلاسة الأساسية والرئيسة في الجبهة الثورية الآن تدخل في التفاوض أما هناك حركات مسلحة أخرى هي كانت في السابق جزء من الجبهة السورية والآن ليست جزء منها وهي الحركة الشعبية شمال جناح الحلو وحركة تحرير السودان جناح عبدالواحد محمد نور وهذه ترفض جملة الاتفاق ولا ترى أنه اتفاقا يمكنها من الدخول والمشاركة في الحكم وطرى أنها ستفاوض الحكومة القادمة بشكل مختلف مما هو عليه الآن لنتحدث أخيرا أستاذ أشرف عن الدور المصري في هذا الموضوع ما الذي يمكن للقاهرة أن تقدمه لتقريب وجهات النظر ودفع هذا الاجتماع للخروج بنتائج واضحة ربما يمكن تضمينها في الإعلان الدستوري يعني ربما للقاهرة دراية واسعة بالملف السوداني خاصة كما تعلم في السابق كان هناك التجمع الوطن الديمقراطي الذي كان يعارض النظام لفترة طويلة وبه بعض الأحزاب السياسية الرئيسة الآن في غيوة الحرية والتغيير وكذلك للقاهرة أيضا علاقات مع كثير من الأحزاب السياسية السودانية التي هي الآن ضمن منظومة غيوة الحرية والتغيير وكذلك حركات دارفور وكذلك الحركة الشعبية الشمال بغيادة مالك عغار جميعها كانت تتغذ من القاهرة منصة انطلاق في كثير من الأوقات وبالتالي القاهرة هي ملمة بكثير من تفاصيل هذا المنف ويمكن أن تلعب دورا مهما في تغريب الشقة بين هذه الأطراف مضم أنها جميعا كانت موجودة في يوم من الأيام في القاهرة شكرا جزيلا لك الأستاذ أشرف عبد العزيز رئيس تحرير صحيفة الجريدة كان معنا من الخرطون